تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة الفحص البيطري لبطولة العالم لسباق القدرة في فرنسا جاء ذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة حيث أقيم الفحص في قرية البطولة في مومبازر بفرنسا تمهيدا لانطلاق السباق السبت لمسافة 160 كم بمشاركة 145 فارسا وفارسة من 39 دولة وقاد سمو الشيخ ناصر بن حمد التدريب الأخير للفريق قبل المشاركة في البطولة حيث حرص سموه على توجيه الفرسان للاعتماد على الخطة الفنية التي يعول عليها الفريق والهادف إلى تحقيق المراكز الأولى وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولة العالم للقدرة تمثل أهمية كبيرة للفريق في تأكيد قدرته العالية والمتطورة في ظل مشاركة الفريق بنخبة من الفرسان المتميزين الذين يمتلكون خبرة كافية لتحقيق النتائج الإيجابية مشيرا سموه إلى أنه يسعى للمحافظة على اللقب الذي حققه في النسخة الماضية وأشار سموه إلى أن بطولة العالم دائما ما تشهد منافسة قوية وصراعا بين الفرسان لتحقيق المراكز الأولى معربا سموه عن تمنياته الدائمة للفريق الملكي للقدرة بتحقيق المراكز الأولى والمحافظة على اللقب هذا وسيقود سموه فرسان الفريق الملكي في البطولة مع الجواد إفرست لاماكوري وأربعة فرسان تحت أنظاري ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أنهى الفريق الملكي استعداداته للدفاع عن اللقب العالمي في مدينة بومبزير الفرنسية بعد أن خاض سلسلة من البطولات الأوروبية حيث كان آخرها المشاركة في بطولة المجار الدولية للقدرة والتي سعى من خلالها الفريق للوقوف على الجهزية البدنية للفرسان طبعا لله الحمد توجهات سمو الشيخ ناصر عمل برنامج تدريبي حافل للجهد والفرسان فبالتالي كانت هناك مشاركاتنا من العام الماضي لما حضرنا هذه السباق التجريبي بطولة العالمي في مدينة بومبزير وحقق فيها المشاركة الشيخ ناصر المركز الأول وكانت الهدف أنه اختبار للأرض واختبار للجهاد ومعرفة المسارات الموجودة في هذه المنطقة المنطقة تعتبر منطقة لها تقنية خاصة وتفنيك خاصة للمشاركة فيها ما في شك أن المشاركات السابقة التي في الصيف قبل التحضير لهذه البطولة كانت في سامورين، كانت في هنغاريا كانت تجهيز للرفع لياغات الفرسان ورفع لياغات الجهاد وكان الفريق الملكي للقدرة قد أنهى تحضيراته للمشاركة ببطولة العالم من خلال اجتياز الجهاد للفحص البيطري ليكون بذلك جميع الفرسان على أتم الجهزية للمشاركة في منافسات بطولة العالم للقدرة الحمد لله، الجهاد اجتيازت الفحص الطبي الأخير قبل السباق وطلعنا التمرين الأخير التحضيري بغيارة سمو الشيخ ناصر عشان يشوف النظر الأخيرة على الخيل والاختيار الخمسة الرئيسيين مشاركين في السباق بكرة إن شاء الله وإن شاء الله نطلب التوفيق من رب العالمين الساداتنا كانت جيدة طول موسم الأوروبي تحضيرنا نحق هذه السباق ووصلنا الحمد لله لجهوزية عالية وبدنا اللحظة أن تكون الذهب الفريق الملكي للقدرة سيشارك في السباق ممثلا بخمسة فرسان يتقدمهم قائد الفريق الملكي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والهدف هو المحافظة على اللقب العالمي حيث قام سموه باختيار الفرسان المشاركين ضمن فريق مملكة البحرين طبعا سموه يعني غني عن التعريف وهو عارف يختار من بحكم خبراته وتدريبه للخيل وهو أبخص في خيله لأنه هو المدرب ويتابع الخيل يوم بيوم فهو عارف يختار أي فرس على أي حصان الأرض عارفينها لكن الفرسان اليوم فرسان غير يعني ما تقدر تبخص في أي فرس ولا أي حصان يعني ما تستعبع على أي حصان فلازم تكون جاهز حق كل الخيل وكل الفرسان وكل المدربين الكل ياي اليوم يبي يفوز ما في أحد ما يبي يفوز الكل يقوله بيرغم واحد وتشهد قرية مومبازيير للقدرة منافسات بطولة العالم لمسافة لمائة وستين كيلومترا واسطة مشاركة واسعة حيث بلقت عدد الدول المشاركة في هذه النسخة تسع وثلاثين دولة تسع وثلاثين دولة العدم Witcherperformance شكرا 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 شكرا